أنا أعتقد أنه بالتأكيد يعني أصاب الاتهام سيشير إلى إذا لم يكن لتحالف الخاسرين فعلى الأقل إلى جزء منهم حتى البيان لصادر من مجلس الوزارة الأمن الوطنية حقيقة يقول فيه أن هناك ثيمة أساسية في هذا البيان يقول فيه أن هناك مجموعات مجرمة قرأت صبرنا على أنه ضعف وهذا واضح جدا أن هناك هذا الخطاب المضمر أو الرسالة المضمرة أن هذه المجموعات التي استعملت معها أجهزة الدولة بعهد الكاظم أكثر من مرة ثم تم سواء أطلاق سراحهم أو إلى آخره وأن عملية أطلاق صراحة أو لا أو ربما هو الذي يعني أدى إلى هذه القراءة هذا ضمن تحليل خطاب المضمون لهذا النص أنا بالتأكيد هذه يعني هي مفقط رسالة حقيقة عملية تصفية ولو نجحت تصفية رئيس الوزراء السيد كاظمي هذا سينقلنا إلى حقيقة نموذج من السيناريو اليمني وسيناريو آخر يعني سيدخل العراق في تون فوضى حقيقية لأنه هناك مخاطر يبدو أنه دكتور باسل هناك من يرد على هذا القول بأن هذه الجهات الخاسرة هي المسؤولة عن العملية أمر مبالغ فيه وتوظيف للحادثة الأمنية لمكاسب سياسية يقولون أنه رئيس وزراء منصرف وبالتالي العملية لا تستحق كل هذا الجهد والتورط في هكذا عمل خطير لا لا أعتقد لأنه هناك يعني هذا ليست المرأ ولا يعني الخضراء كانت دائما في مرمى نيران وبالتالي هذه تأتي ضمن سياق لكن السياق المختلف في هذه المرأة أن السياق فيما يستدف السفارات وإلى آخر لكن استدفت حياة رئيس الوزراء صحيح أنه كثير من القوى سارعت إلى أنه تبرئت نفسها لكن كل يعلم من هي الجهة المسؤولة لكنه يطرح لني السؤال نعرف أنه هذه الجهة المسؤولة هي قريبة من إيران فإما يعني يطرح خيارين إما إيران لم تعد تسيطر على جميع وكلاءها في العراق وأنهم يتصرفون من تلقاء نفسهم هذا بالتحقي أمر صعب لكن أول خيار الثاني أن هذه الأوامر جاءت من إيران على نحو مباشر في الطرف تؤدي إلى روما إشكالية ترجمة نانسي قنقر